فضلا ليس أمرا نشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد بسم الله اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم أزول في الله ونخوتتي اليوم إن شاء الله حبيت نعمل معكم جاوبت على أولا جاوبت على سؤالتها هذه المشتركة عندي كان أسئلة يجوني نجاوبهم مبساطة في الفيسبوك لكن مرات نشوف بلي الأسئلة علش ما ندرش عليهم فيديو وتكون الفائدة عمال سؤالتها حادي الأخت قالت لي مساء الخير أختي أنا إذا ما كانش إزعاج عندي سؤال أخوتتي أنا ما تزعجونيش أنا في الخدمة أخوتتي قالت لي كيفاش نخدم مع الحانوت كيفاش نحسب الأسحار مع العلم أن هذا الحانوت حاب غير الحاجة للبريستيج وقال لي نخدم معه ديما قلت لها شوفي هو شحل يعطيك الثامن وشوفي فايدتك قال لي هو قال لي ديري راسك أنتيا على خاطر هو كي شاف قدمتي عجباته قال لي عودي خدمي وأنا أول مرة رايحة نجرب يعني تخدم معه عمرها ما خدمت في المحلة حبت تسأل يعني حبت أنت تاخذ رأي أنا أختي قبل ما نقول لك خدمي ولا نقول لك شعلت تدي الفايدة ولا شوفوا كين أساسيات لازم تنتبهوا لها تنتبهوا لها أنا درتكم في الدورة التدريبية المجانية الأهم من نصائح اليوم حنجمحهم لكم هنا في هذا الفيديو الدخلي أختي للقناة راح توجدي كامل الدورة التدريبية المجانية أنا خدمتها لكم في تسع حصص ما كملت الله غالب لكن إن شاء الله ممكن نكمل لكم من القدر أختي فقط أول حاجة تدري في بالك إشتغوه أنتيا كين بزاف اللي يرفض العامل مع الماحلات أنتيا على حسب تشوفوا على حسب كيف شناشت هذا العامل تاع الماحل هذا السيد اللي عنده الماحل شوفوا كين نوعين كين يعني يبروفيتوك الماكسيموم وكين ناس الملح شوفوا في فيدي الدنيا كيما في كل الأرض في كل الكرة الأرضية كين الناس الملح وكين الناس الدنيين ممكن يكون عندك إنسان طيب وماشاء الله ويقول لك ما كاش مشكل نعطيك الثامن ويعطيك الفيديو مليح في بالك أختي باللي صاحب الماحل الو رايح كيف نقولوه هو اليد الثانية لدوز يام ماء هو أنتيا حتبيع له به هو يزيد يبيع يعني يديني مليح في بالك مكشح حتبيعي هالو 100 ألف وهو يبيع 120 يعني سيبالوجيك يعني أنتيا حتبيعي هالو بثامن أنتيا حترضاي بالربح القليل بصح في المحلة لازم تدري حاجة أنتيا صح مثلا ترضاي في الكيلو تدي 20 ألف إلى 15 ألف بصح تتبيعي له 10 كيلو إذا اديتي 15 ألف كيلو أكرا حتدي في النهار 150 ألف ممكن في لي كوموند لانا نديروهم في الدر ما يطلبوه جناش 10 كيلو 20 كيلو بصح في المحلة هذه الحاجة اللي مليحة الكمية مع المحلة تخدمي الكمية وفي المحلة تقولتي أول حاجة خدمي الكمية خاصة انذا السيد قال لك مديري ما كان حتى مشكل يعني رو باين بل السيد هو ثاني عو حاب يخدم وراه وخدام إذا هذه أول حاجة وانتي بتدري معه ثامن يعني ثامن يساعدك وثامن يساعدوا أنا أختي شا نقول لك أول حاجة تدريها لازم تشري كل شي بالقرو الشي الفارينة 25 كيلو ولا 50 كيلو الشي المارغارين تع أوبلين عم يخدموا بها أختي راهم كاينة في كل المحلات إن شاء الله الأيام القديمة نصورها لكم من محل تاع القروسيس تاع الصديق الزوجي بإذن الله وراح نجيب لكم كامل المواد وراح نفهم لكم بالتدقيق بإذن الله ثاني خدموز شوكولاتة 5 كيلو وراح أطيح لكم بأثمينة راهي كاينة في كل محلات قوتاتي كاينة كما قل لك مش شرق الجزائري حتى الغرب مش شمل حتى الجنوب نغمال مو كامل المحلات راهي كاينة أنا أشتف شعال من ولاية مش حتى غيرها وشعال من يوتيبيز هدروا عليها هدروا على 5 كيلو هدروا على أوبلين هدروا شعال من المارغارين هذو هما اللي يخدموا بها أصحاب المحلات وباش تستقام لك أقل ثاني أختي لازم تخدمي بالفاني تاع الكيلو الكوكو إذا قدرتي تجي بي تاع 10 كيلو تستقام لك قل الزيت تجي بي تاع 5 لترات متجي بيش فقط تاع لترا مثلا الخمارة تجي بي ذيك الباطل الكبيرة متجي بيش مثلا بالحبة متشيش بالحبة خمارة ألف لك شري الخمارة لذيوغشيميك شريها تجيك علبة كاملة مغلوقة تطيح لك أقل في الثامن كذلك السكر جي بي تاع 10 كيلو مثلا كي تخدمي العسل لتخدميها في الدار أنا العسل ما نروحش أنا كي نخدم 4 كيلو تستقام لك 28 ألف وكي تشري 4 كيلو من برارة هي تستقام لك 70 ألف حنون الأضعاف المضعفة أنا مفضلت خدميها في الدار كذلك لاجولي راي تنبع بالعولة بالكبيرة تستقام لك موين شعر لك كونفيتور شريتها 50 كيلو تستقام لك موين شعر يعني لزارهم شريتها العولة بالكبيرة خاصة لفاني وكيفاش تبديت الخدمي حنون نكشيفة جاعده الأنواع هذو قاعدة ديتهم كامل من جوجل الكرام هذو كامل الأنواع خدمي يخطي الأنواع كم مثلا نكوريها وديري في الوسط قبة وديري فيها كونفيتور مثلا ديري صابلي فوق حبة فوق حبة في الوسط قم في تيغوت غطسيها في الشيكولة والخطوط مثلا خدمي الأنواع اللي سهلة وتخرج كونتي تمليحة ثاني لغوسات كين دي غوسات راني عطلت لكم عجينة الصابراك راني عطلت لكم عجينة تلك الكيلة راني عطلت لكم شعر من عجينة خدمي بها للمحلات ديجا كتشلي المواد بالنقسان ديجا راكي رابحة مثلا هذو الحلويات كيماركي شايفة هاكي شايفة شوية يعني كوريها وثمثم يعني ما تخدمي لوش هذك اللي قاتوا بخيستيج بالصح هذك بخيستيج اللي حبات تقعد فيه ساعة الماحلة تخهاهم مثلا هذو الأنواع كحساهلين هذي كما قال لك أطبع وفي الفور أختي ما تخدميش بالفور صغير تديري عشرين ثلاثين حبة لا 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 حنونا خدمي بالفور تاع السعادة الكبير ترمي فيهم يوم يو عشرين حبة يطيبو لك فيه مرات طيب ترميزوا تسنيوات تخرجيهم ترميزوا تسنيوات واحد آخرين القاس تاعك راهو حساب المات تاعك راهو حساب تري سيتي تاعك راهو حساب المواد التاعك دايمن جيبي مواد يعني يبلغرو ثاني كي تخدمي حسبي باللي على الأقل على الأقل تخرجي في النهار بخمسة كيلو حتى عشرة كيلو لا كنتي تختي هذي ديريها مليح في بالك المحلات لا كنتي تلك الكمية صح ما تديش فائدة كبيرة لكن إذا ختمتي مع محلك ولا مع زوج وكونتي سيريوز وشيتي بكمية المواد بكمية كبيرة استعملتي المقادير يعني هاهم هذو الحلويت كاملة كي شايفتم هذو هذو الحلويت يعني شوية تاعي صابلي 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 يعني أشكال جديدة شوية 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 بيضاء شوية بيضاء نعم الموثاني مثلا ما تخدمي لوجه اني كتبهن ها بس كنقرال كوماني كتبهن مثلا ما تخدمي لوجه كالنقاش وختيت قعدين تقشي في الحبه كما يقول لك 5 دقايق حشرة دقايق لا 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 هادو الحلويات كعم تخدمي هم لوجه حاولي تخدمي مثلا الحبه كبريها كتبيعي الحانوت كتكبري يعني تطبعي بالخف تك 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 تبعتي كمية كبيرة وكتبعي الشيكولة الخدمي هادو كتا خمسة كيلو ذوي بها في مره وبدأي غطسي وخرجي غطسي وخرجي غطسي وخرجي السرعة في العمل الوقت تدعي كنويت تنصيد لارجان وختي هادو كامل هادو كامل هادو كامل انواع هادو كامل ديتو من جوجل كروم وختي هادو كامل بحبا نعطيكم واحد الافكار ما تخدمينه ومش هادوك تعليموا لتع السيليكون وداديني وندادك لا لا حنونا هادو انتابهوا ليهم اخوتتي واللي حابة تخدم انا شخصيا انشجعكم تخدموا مع المحلات انشجعكم ثم انشجعكم ثم انشجعكم اعطيت لكم نقاط كين ثاني اخوات في اليوتيوب كثيرة هادرين على المشاريع وهادرين على حلوية للمشاريع شوفوا مرة يكتبوا حلوة للمشاريع وناجحة تكذب عليك يعني مرة هذاك مجرد عنوان جاذب حمتوما سيختو سيختو جيب لي ربي المحلات سيختو يخدمو بالكيلو انتي حس بيغتيانة شاكوتك مثلا ديري الحلوات تاعك ووزنيها اول قاعدة عطيتها لك هو انك تدي الخامات تاع الحالويات تكون رخيصة ثم يتباعوا ذلك الميزان الكبير كي متاع المحلات رو يدير تخواه سونسي كونت ميل ثم انشاء الله راني معولا انشاء الله نشريه ونوريه لكم بس كنا عندي الميزان فقط تاع الحلوية بس كنا نخدم بالحبة ما نخدمش بالكيلو اخواتي بإذننا راح نشريه ورح نوريه لكم هذك اخواتي كيفاش تخدمو به كي تخدمي مثلا اكي خدمتي عاجينة ومبعد كملتي قعلقات وطاع قدرتيلو الشيكولة قدرتيلو القلاسة قدرتيلو كل شيء ووزنيه مثلا اخدمتي زوج كيلو خرجت لك ثمانيينالف يعني كيلو كيتوزنيه يعني ربعينالف انت شعالت بيعيه المو الماحل يتبيعي له خمسة وخمسينالف تدي خمستاشنالف الكيلو يتبيعي ولو ستينالف هو يبيع خمسة وسبعينالف ويديه هو ثاني فايدته هذي هي الطريقة اخواتي بس صح لازم لك الميزان اختي من قدرت شانا بس كنتي ممكن ندرتيلو بزاف شي كولا ممكن صابلي تاعك كبير صابلي صغير لازم اخواتي تتعلمو تومة تحسبو دليل قاطو تاعك ووزنيه ومبعد احسبي كامل شعال استخدمتي في هالمواد ومبعد شو في اشعال خرجتلك زوج كيلو انا احراس مالي كامل شيكولا مقبل ما تدريها ووزنيها اختيبت عارف شعال استعملتي اه الكونفيتور مثلا العاجين اللي استخدمتها ماشي بر كتر مئو انت ما كيش عال فاشعل درتي هدا هي الطريقة وبعد انت كي توزني تصيب دوك زوج كيلو تاعك خرجتي منهم ثمانينالف هي خدمتهم ثمانينالف يعني الكيلو وربعينالف بيدي هذي كسيد بخمسة وخمسين ولا بستينالف لكن كمية خمسة كيلو سبعة كيلو ثمانية كيلو وتشوفوا اخواتي بلي ان شاء الله ان شاء الله مسروح ناجح وما زال ان شاء الله اخواتي رح نهضر لكم في ذو المشاريع وان شاء الله رح نصور لكم هذو المواد باذن الله باذن الله الله غالب ما كانش عندي الوقت واليامات باذن الله رح نصور لكم من الماحل اللي قلت لكم عليه من الماحل صديق الزوج تاعي باذن الله لانه زوج تاعي مقعدش بعثتو لكن الله غالب كان عنده خدمة لكن وعدكم اخواتي وما زلت معاكم راني معاكم اجماعة المشاريع نقولكم تحية كبيرة مني لكم وباذن الله باذن الله راح نوصلكم حتى تنجح وحدة وحدة دومتي متألقة زيغا كنت لنا التلويث أعطي بليل